الصبر أن تتحرك وفق شهواتك في المجال الذي سمح الله به فلذلك قال لي أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر أنت في دار عمل، أنت في دار ابتلاق أنت في دار دنيا، أنت في دار إعداد أنت في دار كذح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحاً فملاقين فحينما يأتي الصبر كأحد أسباب النجاح معنى ذلك أنك تفهم على الله حكمته من إرسالك إلى الدنيا كي تتعرف إلى الله وكي تصبر دقيق، على طاعته الفراش أكثر جذباً للإنسان من أن يستيقظ ليصلي أودع الله فيك طبعاً وكلفك تكليفاً ولحكمة بالغة 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 الطبع يتناقض مع التكليف الطبع يدعوك أن تنم فراش وسير ونمت في ساعة متأخرة وتحتاج إلى ساعات طويلة كي تستيقظ نشيطاً فتابعت النوم ولم تعبأ بصلاة الفجر وأمرك أن تصلي الفجر في وقته فالطبع هو النوم والأمر التكليفي باستيقاظ يعني الإنسان طبعه أن يأخذ المال والتكليف أن ينفقه طبعه أن يملأ عينه من محاسن المرأة والتكليف أن يغض البصر الدين كله صبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر فالصبر أن تفعل شيئاً مكروها لك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة استرخي كل ما تشاء أطلق بصرك في من تشاء تكلم ما تشاء لا تعبأ بشيء لا تؤدي أي واجب عبادي أي جهنم إن عمل النار سهل بسهوة فلذلك الناس حينما يبتعدون عن الله يستمرئوا الشهوات والنزوات والانحرافات والانغماس في الملذات هذا شيء واضح جداً في عصر البعد عن الله عز وجل المؤمن سلاحه الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة إلا أن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني إنسان أعطاك مبلغ ألف لا مليون لا مئة مليون لا ألف مليون كلها أرقام محدودة أما فيه إنسان بيعمل لك شك بيوقع لك يا بيسموه شك مفتوح ضع أي رقام هذا أعلى عطاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب إن الله يباهي به البلائكة يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي فهو الدين أساسه الصبر استعينوا بالصبر الصبر على الطاعة في غط بصر في ضبط لسان الإنسان يحب أن يخوض في فضائح الناس التكليف أن تستر أن تصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو فليصمت نعم إذاً التكليف يتناقض مع الطبع هذا التناقض هو ثمن الجنة لذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ومن أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه شيء آخر الصبر عن المعصية أخواننا الكرام المعصية محببة المعصية محببة المعصية محسوسة والطاعة ثوابها بعد الموت مؤجل فالإنسان إذا كان عطل فكره أمام شيء محسوس هناك براءة جميلة، هناك بيت جميل، مركبة فارها كله محسوس والعطاء الأخروي تفتح كتاب هو القرآن يقول لك ولا الآخرة خير لك من الأولى من هو المؤمن الذي صدق الله عز وجل؟ صدقه، ولا الآخرة خير لك من الأولى إذا أن تصبر على طاعة وأن تصبر عن المعصية صبر على وصبر عنه والثالثة ليست سهلة وأن تصبر على قضاء الله وقدره يعني الله عز وجل ما سمح لك أن تنجب جعلك عقيمة العقيم المؤمن راضي عن الله يا رب لك الحمد هذا اختيارك وأنا أقبل به الرضا بمكروه القضاء أرفع درجاتي اليقين هذا في عنده بعض الأمراض هذا في عنده دخل محدود هذا في عنده يعني علاقاته في عمله ليست كما يتمنى ما في واحد ما عنده مشكلة الآن أن تصبر على قضاء الله وقدره صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قضاء الله وقدره المؤمن راضي عن الله والله يحدثني طبيب قال لي جاءنا مريض معه ورم خبيث منتشر في أحجاه قال لي آلام هذا المرض لا تحتمل لا تحتمل والمرضى يصحون بأعلى أصواتهم قال لي كلما دخل عليه إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد قال لي عجيب حينما يقرع الجرس يتهافت الأطباء على تلبية طلبه قال لي أربع خمسة أيام توفي لكن غرفته بالتعبير الدارج منورة روحانيته عالية جداً وكلما زاره إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد قال لي لحكمة بالغة بالغة ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي هذه المستشفى بأطبائها وممرضيها درساً لا ينسى جاء مريض بالمرض نفسه بالغرفة نفسه ما في نبي ما سبه يثب الذات الإلهية يثب الأنبياء إذا قرع الجرس لا أحد يجيبه بتفوت إلى غرفته في انقباض لا يحتمل سوداوية سبحانك يا رب المرض نفسه الآلام نفسه واحد تلقى هذا القضاء والقدر برضا واحد تلقاه بسقط فلذلك أيها الإخوة أنت مدعو إلى أن تصبر على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره ولكن الآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الصبر سلبي الصلاة إيجابية أنت لما تشرب دواء مر يحتاج إلى صبر لكن بعد الدواء المر في طعام نفيس هذا الطعام النفيس يغريك أن تصبر الصلاة عطاء الصلاة قرب الصلاة طمأنينة الصلاة حب الصلاة ذكر الصلاة طهارة الصلاة مناجاة الصلاة ذكر الصلاة قرب إلى الله عز وجل قال استعينوا بالصبر والصلاة إن تمتنع وبعد الامتناء في عطاء بالصبر والصلاة أيها الإخوة والله كنت في حمص في سفر دعيت إلى زيارة مريض يعني بعد أن التقيت به علمت أنه بهذه الحالة من سبع وعشرين سنة مشلول على الفراش لو حاولت أن ترفع معنوياته يرفع هو معنوياتك زاروا زاروا عالم قالوا إن شاء الله المصير للجنة قالوا أنا في الجنة الآن الآن أنا في الجنة أنا دهشت لهذا الصبر لهذا التفاؤل لهذا القرب من الله بعد الساعة الثانية عشر يبدأ بمناجاة الله عز وجل قلت يا رب ما هذا الدين إنسان طريح الفراش من سبعة وعشرين عاماً وهو في أعلى حالاته مع الله لذلك دقق ربما أعطاك فمنعك ربما منعك فأعطاك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء أحياناً تعاني ما تعاني هذه المعاناة دفعتك إلى باب الله أقبلت عليه رجوته دعوته استغفرته تبت إليه سعدت بقربه وفي إنسان كل حاجاتهم أمنة بعيد عن الله بعيد عن المناجاة بعيد عن الإقبال بعيد عن الحب فهذا الذي يعيش في بحبوحة تفوق حد الخيال هو في جفوة ما بعدها جفوة وهذا الذي يعاني ما يعاني في قرب ما بعده قرب ربما أعطاك فمنعك وربما أمنعك فأعطاك يعني الناس ألفوا أن يضموا سلبيات بلدهم والله أيها الإخوة كلما سفرت إلى بلد تذكرت خصائص هذه البلد الطيبة والله نحن في رمضان في عرس في عرس إقبال الناس على المساجد عجيب عجيب تعلقهم بالله عجيب لعل هذا من بعض المشكلات التي يعانون منها ربما منعك فأعطاك وفي بلاد فيها بذخ وفيها ترف يفوق حد الخيال مع هذا البذخ والترف ما في إقبال على الدين إطلاقاً إطلاقاً أيوم أفضل أن يمنعك فيعطيك قربه أم أن يعطيك الدنيا وتحرم من قربه ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء لذلك قال عليه الصلاة والسلام عجباً للمؤمن إن أمره كله خير إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته دراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن أي آية منهج يا أيها الذين آمنوا استعينوا على تطبيق أحكام الدين استعينوا على الطاعات بالصبر واستعينوا عن ترك المعاصي بالصبر واستعينوا على قضاء الله وقدره بالصبر لذلك له كلمة سيدنا علي مذهلة يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً يعني يقينه بحكمة الله ورحمته قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء قل له كلب ثاني والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي يقين بالآخرة بأعلى مستوى أيها الإخوة كان عليه الصلاة والسلام دقيقوا إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة لأن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة صدق أيها الأخ الكريم لا سمح الله ولا قدر أبعد عنا جميعاً الآلام والمصائب لكن لو لاح لك شبح مصيبة وبادرت إلى الصلاة كما أثر عن النبي الكريم كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة فالله عز وجل يفرج عنه ويقوي عقيدته لكن أدق شيء في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله مع المؤمنين مع المتقين، مع الصادقين مع التوابين، مع المتطهرين هذه معي خاصة هو معك بالنصري هو معك بالتأييد هو معك بالسكينة السكينة أين وجدها أهل الكهف؟ في الكهف أين وجدها سيدنا إبراهيم؟ في النار أين وجدها يونس في بطل الحوت؟ أين وجدها النبي الكريم؟ في غار سور لَقَدْ رَأَوْنَا قَالْ يَا أَبَا بَكَرَ مَا ظَنُّكَ بِاثْنِينِ اللَّهُ تَلِسُهُمَا؟ فلذلك المعيّة الخاصة مهمة جداً إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين معهم بالنصري، والتأييد، والحفظ، والتوفيق، والنجاح أما إذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذه مع أي عامة يعني معكم بعلمه آخر شيء، راقب إنسانين طفل صغير على كرسي طبيب الأسنان، وإنسان راشد يقول له للراشد تحتاج إلى مخدر والمخدر لا يحتمله قلبك لذلك أنا مضطر أن أجري هذا العمل الجراحي من دون مخدر فاصبر لأنه راشد عرفان الطبيب ماهر جداً وعلمه كبير، ويعمل لمصلحته أنا ألاحظ بعض المرضى حينما يحاول الطبيب أن يجري عمل جراحي من دون مخدر يضغط على الكرسي في ألم شديد لكن علمه بعلم الطبيب وحكمة الطبيب، وفهم الطبيب وحرص الطبيب على مصلحته هذا العلم يدعوه إلى أن يصمر الآن طفل صغير لما يبدأ الطبيب يعمل معه عمال يبكي، يرفع صوته يتحرك حركات غير معقولة أحياناً يضرب الطبيب كان طفل صغير جداً لماذا لم يصبر؟ لأنه علم ناقص فكلما ازددت علماً ازددت صبراً والصبر بلغي الحقد أنت حينما توحد وتؤمن أن الله بيده كل شيء وأن كل شيء وقع أراده الله وأن كل شيء أراده الله وقع لا تحقد على أحد، تصبر هذا الشيء سمح الله به ما دام الإله العظيم الكامل كمان مطلق سمح به، إذن له خير لذلك قالوا، دقيقوا لكل واقع حكمة وقد يكون الموقع مجرماً لكن ما دام الله سمح بهذا الشيء في حكمة